اشتركوا في القناة ومشهرهم طبعا كان رسول الإسلام وللأسف بآية قرآنية مهلهلة وبكل دم بارد حرم مليارات المسلمين من خلاص المسيح وحكم عليهم بالموت الأبد تعالوا مع بعض نشوف حلقتنا النهاردة إيه عنوانها أمام كلمات المسيح السبع تسقط نظرية شبها لهم تعالوا مع بعض نشوف نرحب وحيد ونبدأ نشوف موضوعنا النهاردة أهلا بك يا وحيد أهلا فضواء وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياة الجميع طيب ورينا كده دينا فكرة في البداية خلينا نشوف الموضوع هو إيه وحتتناوله كيف أنا شفت فيديو للمستشار أحمد ماهر وبحييه رجل كله زوج أخلاق رجل يدعو للتعايش والسلام فأنا بحييه من هذا المنطلق وإن كنا نختلف في الفكر الديني وده شيء طبيعي لكن هذا لا يقلل من شهادتنا لي وهو لا يحتاج شهادتي فهو أكبر منها ولكن من الواجب أن أشهد له بذوقه الرفيع وبمحاولاته الحسيثة أنه يخلق سلاما وجوا للتعايش في البلد الذي يحبه وهو مصر التي نحبها كلنا فكان الفيديو عبارة عن لماذا يجب أن تقدروا إيمان المسيحيين بصلب المسيح لماذا هم يؤمنون بصلب المسيح ذلك لأنه شبها لهم ومن هنا يعني هي النظرية الإسلامية المعروفة وهو يحاول أن يشرحها بطريقة طبعا الخاصة وكلامي له أن هذه النظرية لأن أتكلم الآن عن النبوآت فالنبوآت في حلقات قادمة لأنه سنقدم يعني في هذا التعليق أنا ما عايز أقول رد في هذا التعليق سأقدم نبوآت العهد القديم ستتعامل معها إزاي أنت النهاردة ما بتتكلم عن مجرد حدث واحد شالوا رفعوه والناس افتكرت هذا المسيح فالنهاردة أنا خصصت الحلقة فقط لنسمع سبع كلمات قالها المسيح على الصليب تنسف نظرية شبها لهم كيف؟ بمعنى ما قاله المصلوب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون إلا المسيح لا يمكن لا يمكن أن يكون شخص آخر غير المسيح يستطيع أن يقول ما قاله المسيح على الصليب وبالتالي نظرية شبها لهم بمعنى أنه آخر غير المسيح مشبه لنا على الصليب هذه النظرية تسقط تماماً هذا المعنى بتاع الحلقة بتاعتنا طيب لو تحب خلينا نبدأ طيب أنا عاوز أبدأ بداية بفيديو ليس له علاقة بالموضوع بتاعنا وجدته أيضاً في نفس التسجيل بتاع المستشار أحمد ماهر وأنا سعدت بهذا الفيديو أنه استطاع أن يفهم الثالوس وهو رجل مسلم فتكون المشكلة ليست في عقيدة الثالوس في من لا يريد أن يفهم هذه العقيدة فخلينا بداية نشوف فيديو رقم واحد ونرجع مرة أخرى المسيحي ليس بيكافر ليه لأنه بيقول باسم الآب والابن والروح القدس ويروح ضمامهم على بعض كده إله واحد أمين مش بيقول كده بيقول طب إنت بتقول إيه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وتضمهم على بعض كده وتقول لا إله إلا الله مش كده ولا إيه يبقى هو لا يعني شخصية أخرى وبعدين ما تقولهش لم يلد ولم يولد هو ما قالكش أنه ولد سيدنا عيسى عشان تقول للمسيحي قل له الله أحد الله استمد لم يلد ولم يولد أنا ما كان لها وكوفة أن أحده تبقى متنرفز قوي هو قالك أنه الله خلف سيدنا عيسى ما قالكش طيب بالرغم أنه ده مش الموضوع بتاعنا لكن أنا حبيت أوجه له تحية نعم أنه العقيدة مفهومة يبقى من لا يريد أن يفهمها نعم وجيد هو يفهم بطريقة جيدة جدا أنه هذه ليست عقيدتنا صحيح أنه الله ولد المسيح صحيح من العزراء مريم وإذا كله لا علاقة لنا به فهذه خارج الموضوع أنا حبيت بس أقدمها يعني كالتحية وإثبات أن عقيدة السالوس هي عقيدة مفهومة حتى لغير المسيحيين مش لازم أؤمن بها لأنه نحن من علمنا العالم التوحيد مش كنا مستنين لسه بعد 600 سنة حد يجي تكلمنا على التوحيد نحن من نشرنا التوحيد في العالم زي ما ذكرت دلوقتي سيادة المستشار الإله الواحد كمان مش إله واحد يعني نحن نقول باسم الآب والإبن والروح القدس الإله بالتعريف الواحد آمين فلو عندك أي تعليق على هذه الجزئية أنا طبعا أنا أول مرة أسمع المستشار أحمد عبد الماهر في الجزئية دي وبضم صوتي لصوتك طبعا وبنحيي الرجل بس أنا يعني كشخص هو عايش في مصر وسط المسيحيين يعني حبي يفهم ويعرف فوصل للمعرفة وصل إنه دي مش عقيدة المسيحيين صحيح بيبقى عندي نقطتين هنا النقطة الأولى بجيت الشيوخ اللي عايشين حياتهم في مصر وسط المسيحيين وكأنهم حطوا سد كده بينهم وبين المسيحيين مش عايزين نفهم هو القرآن وخلاص هو بيقول عليكم كده وفي نفس الوقت يعني النقطة الثانية طيب إذن القرآن إحنا ما كانش بيتكلم علينا إحنا لما بيتكلم عن الولادة التناسلية يعني بصي أنا يعني ما عايز أتطرق كثير عشان ما أطلع من الموضوع الأساسي لكن بداية أنا هافترض إن الشيوخ مثلا قالوا يعني عقيدة السالوس مفهومة بأي شيء سيشوهونك هم هم عايزين أي شيء بس يصدروا تشويه يشوهوا الآخر ويندبوا وبيعبوا الثلاثة آلهة نعم فبالتالي أنت كده بتسحب منه سلاح مهم جدا هو بيستخدمه صحيح التشويه نعم وهي عقيدة إسلامية قائمة لكده صحيح صحيح فاعفيني إن أنا ما أطلع كثير برا الجزئيذ لكن في النهاية يعني من يريد أن يفهم يستطيع أن يفهم نعم صحيح العقيدة صحيح فاهمك بتتعامل معنا يبقى الجزئية أيضا أنه الموجودين وسط مسيحيين هم مش حايزين يفهمه لكن عايز دائما نحط سلاح في وجه الآخر ليس أكثر من ذلك طيب عايز أقرأ بعض النصوص قبل ما ندخل في الفيديو الثاني للمستشار أحمد ماهر وهو يعني يضع لمساته في موضوع شبها لهم وهي نظرية إسلامية بحثة يعني ما قدموا ربما بكلمات أخرى هنا في آل عمران خمسة وخمسين يقول القرآن قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون سينا بلفت النظر وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا لا يوجد ملة تتبع المسيح غير المسيحين ما فيش منذ أن جاء المسيح إلى عالمنا ودخل إلى إطار بشريتنا لا يوجد ملة بذاتها بعينها باسمها تتبع المسيح غير المسيحين الموجودين النهاردة بكل يعني تسلسل تاريخنا معروف نعم فهنا انت عايز المسيحين حلوين وكويسين نعم هم كفار وهو موجود عايزهم كفار برضو موجود لا وإلى يوم القيامة كمان إلى يوم الشيء نعم لأنه لا يوجد شخص حتى المسلمة أنا بؤمن بعيسى أنت لا تتبع عيسى نعم ولا تتبع أي نبي من الأنبياء وطبعا ده برضو جزئية مش عايزة أخط فيها يعني أنت تؤمن بين قوسين بالأنبياء أسماء أنبياء كمان مش أنبياء ما قالوا لو قلت لك من الذي قاله المسيح ليس لديك أي شيء عن المسيح مجرد يعني كلمات بسيطة متناسرة في القرآن وهي ليست صحيحة أنتقل إلى النص القرآن الثاني سورة مريم 33-34 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حية ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون أنا حاولت أجيب النصوص اللي هي خاصة بالمسيح كمدخل إلى ما يتعلق بالموت يعني إلى أن نصل إلى النساء وهي محور موضوعنا وموضوع المستشار أحمد ماهر وقولهم إنا قتلنا المسيحة عيسى بن مريم رسول الله أولا أنا عايز أقف فينا في الحيطة الناس دول مين دول اليهود ماذا قالوا بيفتخروا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله أولا أنا عاوز المستشار أحمد ماهر كمان يفكر معاي لماذا نحن كمسيحيين عندنا أمور واضحة جدا أمامنا تجعلنا لا نقبل كلام القرآن بأي شكل من الأحوال بأي شكل من أشكال مثلا كيف يمكن ليهودي ينتظر المسيح يقول إنا قتلنا المسيح المسيح هذا فخرهم لماذا لم يقبلوا المسيح الذي أتى الذي نحن نؤمن به لأنهم قالوا هذا ليس المسيح هذا يسوع المولود في الناصرة ولكنه ليس المسيح فلا يمكن لليهودي أن يعني يفتخر ويقول إنا قتلنا المسيح هذا خطأ قرآني لا يمكن ليهودي يفتخر بهذا الأمر ولذلك حينما كتب بلاطس على الصليب ملك اليهود اعترض رؤساء الكهنة قالوا لا تكتب ملك اليهود هذا قال أنا ملك هو ليس ملكنا وليس المسيح الذي ننتظره ولذلك الإنجيل بحسب القديس يحنى في نهاية الإنجيل كتب هكذا وهذه كتبت لتؤمنوا خلي بالك أن يسوع هو المسيح ابن الله الحي يعني إذن فكرة البداية نص القرآن من بدايته هناك إشكالية القول منسوب إلى اليهود واليهود لا يمكن لأنه سيحسب مجدفا على الله أنه يقول قتلنا المسيح لا هو يقول قتلنا يسوع صلبنا يسوع هذا المجدف الذي قالوا عليه كلاما كثيرا فإذن بداية كاتب القرآن يخطئ في آلف باء آلف باء الثقافة الدينية لليهود يقع فيها هذا أمر مهم جدا في بداية النص القرآن لو عندك أي تعليق إذن وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله هذا كلام لا يمكن اليهود يقول ذلك يرد كاتب القرآن يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم طبعا كان في الغنوسيين أصحاب المعرفة الذين يقولون أن المسيح له جسد أثيري فهم صلبوه شبها لهم أنهم صلبوا المسيح لكن لا يستطيعون أن يصلبوه لأن الصلب لا يؤثر عليه لأنه جسد جسد أثيري هذه كانت هرطقة موجودة وموجودة في جزيرة العرب التقطها كاتب القرآن وبناها بناء عربي بناء خاطئ نعم فلأن الغنوسيين مجدوا المسيح وقالوا لا يمكن أن يصلب نعم نعم علقوه على الصلب نعم صلبوه لكن الصلب لا يؤثر فيه يعتقدون أنهم قتلوه لا يقتل لا يؤثر فيه الصلب شبها لهم فهماني وعشان كده جات في الآخر ولم يقتلوه يقينا ما هو ماخد ما معنى وما قتلوه يقينا نعم وما قتلوه يقينا هذه مأخوز من الهرطقة نعم نعم صلبوه نعم شبها لهم اعتقدوا أنهم صلبوا المسيح حقيقة نعم بمعنى أن الصلب سيؤثر فيه ولكنه لن يؤثر نعم هذه هرطقة موجودة كانت في جزيرة العرب للغنوسيين كانت ممتشرة فالتقطها رسول الإسلام أو كاتب القرآن وضعها نعم أنا هنا أشرح أشرح يعني تاريخية هذا النص كيف وضع هذا النص بهذه الطريقة نعم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن من الذي من الذي اختلف من هم المسيحيون الذين اختلفوا أن المسيح لم يصلب من لا يوجد المسيحيون أصل الصلب في المسيحية هذا عمود أساسي لنأقول مجرد عمود أساسي في العقيدة المسيحية لا يمكن أن تقوم المسيحية إلا على أعمدة معروفة أهم هذه الأعمدة من أهمها الصلب كما من أهمها ألوهية المسيح تماما فبالتالي لا يمكن أن نجد هنا اختلفوا فيه يكون مسيحيون هم الذين اختلفوا فيه الذين اختلفوا هم الذين أتوا بهذه البعدة البدعة نعم وهم الأصحاب المعرفة الغنوسيون مش مش مسيحيين إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا على أصف نعم اتباع الظن هنا تقع على مين يعني على المسيحيين اللي آمنوا لأن المسيحيين إيمانهم قاطع ما فيهوش ظن ولا يمكن ولا الكلام ده كله وهل هي على التانين اللي هو شبهها لهم الغنوسيين الغنوسيين اللي بيقولوا كذا فافتكر أن دول المسيحين وده عقيدته ما وصل إليه لم يكن العقيدة التيار الرئيس الرسمي للعقيدة المسيحية ما وصل إليه اعتقدوا أن دي عقيدة المسيحيين بص هو عدم فهمه للموضوع أصلا عدم فهمه للحكاية كلها خلته تجنب أنه يحكي فيها حكاوة صحيح هي آية خلص وخلصنا على كذا بس أنت عقيدة النهاردة دي عقيدة كاملة وبيتبعها مليارات من البشر صحيح وإنت المفروض جاي تصحح مفروض مفروض أنت بتحط يعني كلام كثير مساحة كبيرة صحيح بتجيب الحقائق بقى بأدقها بتفاصيل صحيح بس أنك تحطها آية وخلصنا التفاصيل عندنا صحيح صحيح وأنا قلتها قبل ذلك في هذا البرنامج مش عارف أكررها ولا لا يعني لكن نحن لدينا تفاصيل التفاصيل نعم نعم يعني أين ولد المسيح أين بشر المسيح أين كانت تحركات المسيح نعم من الذي اضطهد المسيح من الذي تآمر على المسيح ما اسم التلميذة الذي تآمر مع رؤساء الكهنة نعم متى كان هذا الأمر في أي بلد يعني ما قتلوا ما صلبوا فين نعم أين تم القبض على المسيح نعم صباحا مساء نعم لماذا كانوا يريدون أن يقبضوا عليه خلوا من جمع نعم لماذا قالوا ليس في العيد من كان مع المسيح من الذي سلم المسيح نعم في وسط الظلام يعني نعم إلى من أخذوه أولا حنان قياف المجمع اليهودي بيلاتوس هيرودوس بيلاتوس كل ده تفاصيل أنا أقولها نعم ما هو الحوار الذي دار بين اليهود وبين بيلاتوس موجود في الإنجيل المقدس نعم كيف تم جلد المسيح تم الاستهزاء به تم البسق عليه تم لطم نعم خاصة في المجمع حينما حكم في المجمع اليهود أولا نعم وجلده بيلاتوس ثم أحمل صليبه وخرج إلى الجلجسة وفي الطريق قيرواني سمعان القيرواني نعم ما المكان الذي صلب فيه اسمه الجلجسة تل الجلجسة نعم كيف صلب المسيح معه للصين مكتوب نعم من الذي كان عند الصليب نعم مريم وأخت أمه مريم زوجة كلوب ويحنى المعمدان نعم يحنى الحبيب نعم ده كان موجود عند الصليب نعم كيف ما الكلام الذي قاله المسيح على الصليب سبع كلمات ده موضوعنا النهاردة نعم نعم مسجلة نعم أين دفنا قيامة المسيح أنا عندي تفاصيل التفاصيل كل ذو أكثر ما الذي يجعل المسيحي يؤمن به نص يتيم في قرآن يقول ما قتلوا ما صلبوا ولكن شبها لهم وأنا عندي كل هذا الزخم من تفاصيل التفاصيل لازم كل شيء يعني بالمنطق يقبل يعني فما في مسيحي مضطر لكده صحيح التفاصيل اللي إحنا عندنا ما حوجتنا أن إحنا نسأل على أي حاجة ولا نخترع ونقلف أي حاجة لكن النص اليتيم ده خلق المسلمين العلماء والمفسرين وغيرهم يعني بيدربوا أخماس في أسداس صح بيحاولوا يفهموا حاجة هم مش فهمين مضبوط مضبوط فأنا عاوز أسمع بعد إذنك يعني كيف بلورى المستشار أحمد ماهر نظرية شبها لهم وهو شرحها بصراحة بطريقة جيدة يعني لكل مسلم يمكن أن يفهمها بصورة جيدة نعم فخلينا نشوف فيديو رقم اثنين ونرجع مرة أخرى يعني أنا عارف هما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لم عارف هما بقى بيقولوا أنه صلب أنا بقى بقولك إنه عندهم حق جان هاريسيو دمتين بسبعين طين أنت كفرت بتقول إنه هما عندهم حق أنا ملا كفرت ولا حق أنا ما كفرتش بس بص يفهم افهم افهم ربنا بيقول إيه سعيدنا موسى نروح حتى بعيد سنة وهنرجع تاني سعيدنا موسى لما قال للصحراء بل ألقوا ما قال له يا موسى إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن أول من ألقوا قال بل ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم وإنه يتسعى واخوهي لأيه من سحرهم من سحر السحراء سحر دول بنا يدمين واخوهي لأيه من سحرهم أنها تسعى أنها تعبين فعلا ماشية حصل إيه بقى لسيدنا موسى سيدنا موسى دخل لبالك ده نابي شديد قوي 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 ومن قول العزم من الرسل وكلمه الله مش أي نابي يعني فأوجس في نفسه خيفة موسى خاف 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 هو إيه وهو من قول العزم ورسول وكلمه الله أيها خاف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعه إنما صنعه كيده سحر ولا يفلح السحر حيث أتم ده مين ده سيدنا موسى سنرجع بقى للموضوعنا بتاع الصليب هم شافوا جماعة المسيحيين القدامة شافوا سيدنا عيسى وهو بيحمل الصليب وبعدين ربطوا في الصليب ورفعوا على الصليب قدام عينيهم ومش واحد والأتنين منش أنتوا بتقولوا شاهدات قتلك ده جمع رهيب وبكاء ونحيب موقف وهيب ورفع على الصليب ورفع على الصليب بيرموا حبل ومعصيهم ده الله الله سبحانه العلي الأعلى شبه لهم أنه صليب إذن هو صليب إذن هو صليب في ذهننا يعني إحنا ده قصد المستشار أحمد هذه النظرية الإسلامية هو بس شرحة طريقة أخرى لكن ده النظرية الإسلامية أنه إحنا شبه لنا والذي شبه لنا هو الله نفسه نعم يعني وكيف يتم تصوير السحرة بالإله طب دول سحرة دول ناس بتوع السحر وجن وشياطين يعملوا كذا مقبول لكن الإله يخدع الناس فأنا هنا بصراحة حضرة المستشار عندي عدة أسئلة وهي منطقية أرجو الالتفات لها قبل أن أدخل في كلمات المسيح بداية لماذا ويمكن حتى تتكلمنا عنها قضية بهذه الخطورة صحيح تم تلخيصها في بعض كلمات صحيح خاصة خاصة هي القضية التي خدعنا بها إله القرآن نعم من المفروض أن تأخذ مساحة مساحة أكثر نعم وتوضيح أكبر نعم ده بداية سؤال منطقي طيب سؤال الثاني لماذا تم إلقاء شبه المسيح على شخص آخر ليه يعني ما الحكمة من خداع كل المسيحيين واليهود والرومان على مدى ألفين سنة لنحن دلوقتي مخضوعين صحيح الحكمة من لماذا أخفى هذا الإله هذا السر هذا الأمر على المؤمنين بالمسيح في ذلك الوقت يعني ما الحكمة نعم أنت لازم يكون عندك حكمة لماذا هذا الإله يقوم بهذا الأمر علشان كذا وكذا وكذا نعم ما يخلي الناس تشوف المسيح مرفوع والمسيحيين المؤمنين بالمسيح بدل ما يعيشوا خدعة من صنع بين قوسين هذا الإله لا نحن نعيش الحقيقة ونحن نرى المسيح صاعد إلى السماء بدل بدل من هذه اللفة الطويلة هذا سؤال أيضا مشروع مليارات المسيحيين آمنوا بصلب المسيح زي ما حضرتك قلت إنهم شافوا قدامهم فاللي شافوا المسيح ده إحنا لسه ما تكلمناش عن ماذا عن القيامة ما هو اللي مات ده واتصلب ومات قام ده هنجي له في حلقات يما اللي جاي إما اللي بعدها حسب ترتيب الله لأن القيامة ستعمل فيها إيه إذن مليارات المسيحين اللي ماتوا وآمنوا بالمسيح هذه العقيدة فهل مصير كل تلك المليارات المخدوعة بهذا الإله القوي الذي شبه لهم طبعا مش سحرة طبعا شوية عيال زي ما هو ذكر صحيح لا ده الإله نعم فهل إلى جهنم ولا قبالي كما قال إله الإسلام في حديث له ثم بالمناسبة اللي عايزة تسأل أي شيء وتشاركيني أنا بس يعني خليني في الحتة دي وانت بتتكلم هو أرسل محمد بالإله اللي خدعنا ده بعد 600 سنة أرسل نبيه طيب في يعني وهو عايز يفهمنا الخطأ بتاعنا أو عايز يشرح الخدعة بتاعته اللي هو عملها طب إنت جيت بس أنا خدعتكم وخلاص طب ما فيش أسباب إنت خدعتنا ليه فيش أي حاجة ليك حاج يعني وهال في إله بيعمل كده ما إحنا قادينا بناخد يعني الأحباء المسلمين على جدر المعتقد بتاعهم على جدر ما هم بيؤمنوا صحيح طيب ما إحنا عندنا تساؤلات برضو مفروض الأخ المسلم يا أخي حط نفسك مكاننا واسأل الأسئلة دي زي هو حط نفسه مكاننا بالمناسبة المستشار يعني صحيح هو حط نفسه مكان صحيح فبيدينا العزر لكن محاولة إعطاءنا العزر خلقت مشاكل اللي هين موجودة في نفس النص شبها لهم إحنا عندنا فيها كتير من الكلام صحيح هو شرحة لكن هي النظرية كما هي لم يأتي بجديد هل الذي تم صلبه البديل عن عيسى هل تم تقديمه لمحاكمة ولا الناس دول خدوها كذا وصلبوه يعني البلد دي فيها قوانين ده حتى المسيح اللي هم كانوا عايزين يقتلوه بأي شكل ما عرفوش إلا حاكموه في الأول وعملوا شهود زور وحبكوا القصة عشان يصلبوه صحيح صحيح فإن كان قد حكم هذا الشبيه فبأي جرم تم صلبه نعم ولهم حاكموا المسيح وبعدين هذا الإله شال شبه المسيح على هذا الشبيه معتقدين أنه المسيح هناك سؤال كبير بصراحة إسلاميا هو لي اليهود كانوا عايزين يقتلوا عيسى أصلا يعني الدين كده سبب وجه قرآني لماذا أراد اليهود قتل المسيح ما هو السبب في الإنجيل واضح في الإنجيل واضح جدا أنت إنسان وجعلت نفسك إلها ليس فيها أي لبس خلص واضح القصة ولذلك حسبوه مجدفا والتجديف هو شيء خاص بالألوها فالمسيح له كل المجد وقف أمام ست محاكمات فهل كان هو المسيح أم الشبيه مين اللي وقف في المحاكمات دي ثم لو كان الشبيه هل تكلم هذا الشبيه في المحاكمات هل دافع عن نفسه هل قال أنا لسته المسيح مش دا من حقه صحيح ولا مهل القضية فيها كثير من السغرات صحيح لازم تغطيها كوي صحيح إن كان الذي حكمه هو الشبيه هل فشلت كل تلك المحاكمات في التفريق بينه وبين المسيح نعم للدرجة دي يعني ما فيش أي فرق ده في التفسير الإسلامية تلاقي مشاكل كثيرة في هذا الأمر الصوت صوت مش عارف مين بس الجسم جسم مين يعني الصوت مختلف عن الشكل نعم فإذن هل المحاكمات دي ما اكتشفت أي فرق خليني أقول ما هو أكثر من ذلك المحاكمات يمكن الناس بعيدة طب أم المسيح العزراء مريم صحيح صحيح القديسة العزراء مريم القانتة في القرآن نعم سيدة النساء العالمين صحيح خدعها هذا الإله أيضا نعم بالضبط كده صحيح صحيح يعني هل الإله خدع هذه القديسة أيضا وهي أمامها ليس ابنها وهي تعتقد أنه ده المسيح نعم صحيح صحيح تلاميذ المسيح مخدوعين المقربين كانوا حول الصليب هناك من يعرف المسيح جيدا أمه أخت أمه مريم المجدلية نعم يحن الحبيب كيف كل هؤلاء يخدعوا عن أن يعرفوا أن المسيح المسيح أم غيره كلام غريب جدا لأنه هل هل دي مكافأة يعني للناس اللي آمنت بالإله و يعني مشت أو سلكت حسب وصاياه يعني السيدة العزراء بحو زي ما القرآن إحنا بنتكلم إسلاميا طبعا طبعا أطهر نساء العالمين وقانتة وساجدة وصوامة صلايا كله طيب أنت دي المكافأة بتاعتها يعني بتاعت إنها تخضع إنها تخضع أنت بتخضحها وفي ابنها الوحيد وظلت الخدعة إلى أن ماتت إلى أن انتقلت الخدعة موجودة إذن ما هي ستمائة سنة ما هي ستمائة سنة الخدعة إذن عاشت القديسة مريم وتلاميذ المسيح المبشرين بالمسيح عاشوا خدعة كبيرة جدا كيف يعقل هذا الكلام حضرة المستشار كيف نقبله إن أنت طرحت فكرا من خلال القرآن هذا الفكر إحنا شايفينه من زاوية مختلفة تماما كيف يقبل خداع الإله لهؤلاء المبشرين بالمسيح الحواريين التلاميذ أم المسيح ويعيشوا كده وينتقلوا من هذا العالم صحيح بعدين في خدعة في الإسلام يقولك ختم النبوة أن رسول الإسلام كان عنده ختم النبوة وكأن هذا الختم موجود عند كل الأنبياء نعم طيب هل كان في المصلوب ده فيه ختم ولا الشبيه ما هو الشبيه ده تنهار ده يعني علق على الصليب هذا الشبيه مفروض الناس عارف ده على الأقل ما عنده ختم النبوة ده ما هو عيسى ده مفروض ما هو إذا كان ختم النبوة شيء معروف عند كل دي أم المسيح المفروض تكون عارف أكتر واحدة تكون عارفة يعني ده من هو طفل فيه موجود ختم النبوة صحيح فالمفروض هو معلق على الصليب تكون شافت إذا ده موجود ولا لا فهدكتشف على طول الخدعم ده طبعا إحنا بنحطه بين ألف قص ختم النبوة لأنه ما في شيء اسمه ختم النبوة بس في حتة جوهرية مفروض كان المستشار أحمد ماهر وهو رجل بيبحث وعنده فكر مفروض كان ينتبه لها مع كل الأحباء المسلمين الآن أخذوا هذا الشبيه ودفنوا هذا الشبيه كان يجب أن يكون هناك قبرا اسمه قبر المسيح لا يكون قبرا فارغا صحيح نحن معتقدين أنه اللي تصلب ده المسيح فأخذنا الشبيه ده ودفنناه والناس عارف ده قبر المسيح فكل المسيحيين خلال ألفين سنة بيحجوا إلى هذا القبر اللي مدفون فيه المسيح المسيحين بيروح يزوروا قبر فارغ ليلة أنه المسيح قام نعم فإذا فقد الشبيه وأهله ما سألوا عليه ما فيش حد من أهل الشبيه ده جو قالوا إحنا عندنا واحد مفقود نعم تداعيات هذا الأمر نعم يعني تداعيات هذا الأمر حتى لم تذكر حتى في التاريخ المسيحي صحيح نحيك عن الإنجيل صحيح طبعا طبعا مفروض العيلة دي تكتشف عندنا ابننا فقد نعم وهو يكون الشبيه نعم أين قبر هذا الشبيه المسيح المزيح صحيح صحيح نعم سؤال من هم الذين دفنوا هذا الشبيه هل هما أتباع المسيح المفروض ما دا المسيح في نظرهم فالمفروض هم اللي هيكونوا دفنوا ممتاز دا المنطق نعم إذن كيف نقل لنا أتباع المسيح جيلا بعد جيل عن قبر فارغ لأن المسيح قام نعم ما كان ينبغي أن يكون ما كان ينبغي أن يقوم ما هو شبيه يقوم ما هو عيسى رفع صح خلاص فالمفروض الشبيه دا موجود في قبر خلاص يقعد كده في قبره نعم فإذن في أسئلة كثيرة جدا مفروض يعني يكون لها رد مقنع مشبع صحيح نعم نعم كمان بعد كل اللي عملوا هذا الإله والخدعة الشنعاء النكراء زي ما تحب تقول تسمي من حقنا نسميها نعم لأنه نحن المخدوعين بين قوسين فقام بها هذا الإله اللي هو بيسمي نفسه المكر هو يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فبأي صفة سيقابلنا بأي صفة سيحاكمنا في نهاية الأيام هل مثلا هيجي بصفة الإله المحب إحنا ببساطة نقول له هل دا اللي بيحب يخدع إذا كان المحبة بين الناس مش مقبول فيها الخدع طبعا طبعا صحيح صحيح يقبل الخدع من الإله اللي بيقول أنا بحبكم أنتو خلقتي صفة الرحمة اللي عنديكم وسعت رحمة السماء والأرض طيب هل دا يتناسب مع الرحمة فكيف خابت رحمته في هذه الخدعة وخابت مع مين مع العزراء مريم مع التلاميذ التلاميذ اللي قعد معهم بيعلمهم ثلاثة سنين ونوح صحيح صحيح يعني كيف خدعهم نعم مع أنه المسيح له كل المجد في أكثر من ستين آية في الإنجيل أكتر أنا عديت بيتكلم أنه أنا لازم أصلب وأقوم نعم يعني بيتكلم عن هذه المرحلة نعم هل مثلا صفة العدل إحنا قلنا المحبة وقلنا الرحمة العدل هل دا عدل أنك أنت بتيجي تحاكمني أنا آمنت بالخدعة بتاعتك ولن أتنازل عنها لأنه ما أتى ليقول لي ما قتلوا وما صلبوا ركيك المنهج ركيك العقيدة ركيكة الأسلوب رقيق النص اليتيم نعم وأن أعرف أن هذا نص أصلا طالع من الغنوسيين نعم فأنت ما أديتني أنا مقتنع بالخدعة بتاعتك اللي أنت حبكتها صح نعم لأنت إله صحيح زي ما هو جاء له نعم على أي أساس تجي هل دا عدل تجي تحاكمني على خدعة أنت عملتها وأنا آمنت بيك نعم يعني خدعنا ثم يأتي لي حاكمنا صحيح على أننا صدقنا كلامه بالضبط كده بالضبط صح صح بعدين هل دا هي المكافأة أنك أنت العقوبة يعني المكافأة بتاعتك عقوبة عشان إحنا صدقناك نعم فأنت بدل ما تيجي تكافئنا وتقول لنا أنا مبسوط منكم أنتو لأنكم آمنتم بالخدعة بتاعتك نعم تيجي تعاقبنا عشان إحنا آمننا بالخدعة بتاعتك كلام كثير خليني أسألك هنا طيب إحنا وهي دي خدعة وده مش المسيح والمسيح رفع قبل محمد خلينا بلاش إحنا لأنه محمد جاء وضح لنا الأمور لكن اللي قبل دول اللي هي بدءا من السيدة العزراء دول كلهم حيدخلوا جهنم وبئس المصير يعني هل أنا بعدين هروح جهنم ألقى العزراء هناك موجودة في جهنم لا أنت لأنها صدقت ماشي ما إحنا دائما بالتأكيد لكن أنا المسلم يعني محتاج المسلم يعني ما ليش يعني أنا آسفة بس محتاجي شغل مخه شوية لأنه طب ما هي في خدعة والخدعة صدقت وعلى رأس اللي صدقوا السيدة العزراء صحيح طيب هتعمل فيها إيه ما أنت لو لو سامحتها أنت كمان المفروض هتسامحنا إحنا لأنه إحنا برضو من ضمن اللي صدقوا يعني لو ضمنوا على هذه العقيدة إلى آخر لحظة وانتقلنا بها نا الآن صحنا ممتازين وحلوين وكويسين هتسامح دول على أي أساس نا وإحنا لا نا هذا هو القرآن الذي كتبه بطريقة أقل من بشرية لأنه الإنسان اللي بيكتب براعي أمور كثيرة فيما يكتب نا ولكن تداخل أفكار كثيرة بيأخذ من هنا ويأخذ من هنا يأخذ من الغنوسيين يأخذ من الأساطير اليهود يأخذ شكل نصوص ما ممكن تقدم شيء مترابط مع بعضه زي ما شفنا دلوقت بالمناسبة ما قدموا سيادة المستشار من تبرير هو النظرية الإسلامية شبها لهم نا هو بس كل اللي أضافوا أنه أعذر المسيحين لأنه اللي شبه لهم ده الإله نا ما هي نفس النظرية أنا بقى كمسيحي إذا كان ده هذا هو الإله أولا أنا أرفضه نا وأقول له أنت إله لا تستحق الألوها نا كيف بتخدعني نا أقول له أنت من سأحاسبك أنا من سأحاسب نا صحيح لست أنت من ستحاسبك صحيح صحيح وبناء على ذلك وضعت له عدة الصفات أولا بعض مش كل الصفات الذي شبه لنا هذا الذي شبه لنا وحاشى أن يكون هو الإله هو مخادع ماكر متآمر ظالم نا كاره قاسي غير مسؤول صحيح ويمكن للمشاهد أن يجد معي صحيح الكثير صحيح من هذه يعني الموضوعات الصفات للأسف يعني الواحد بعد كل الأسئلة والشيء اللي وضح يعني قدامنا للأسف الشديد أنه الإله المكار مكر بالمسلمين بالضبط تشكرك للأسف هو مكار فمكر بهم صحيح وهو لا يمكن أن يكون الإله لا يمكن من مكر بهم هو أنا بس ليني بأتكلم مع المستشار أحمد ماهر وهو رجل محترم فأنا لا أريد أن أقول ما أقوله دائما في هذا البرنامج ولكن اعتبارا له في هذه الحلقة ولكنه ليس الإله الإله ليس ماكر ليس مخادع صحيح الإله قال عن نفسه في الكتاب المقدس الله محبة الله محبة وإله قدوس والقداسة تختلف عن كل الصفات اللي أنت حطيتها ده شيء مختلف جدا طيب خليني أنا أحط نفسي مكان الأخ المسلم طيب أنا صدقت الإله المكار ده وافتكرت أنه شبها لكم يا مسيحيين وافتكرت أنه أنا الصح وأنتو الغلط أعمل إيه ببساطة إحنا بنعمل أيدي الوقتي بصينا لي هذه النظرية عملنا كم سؤال دلوقتي كثير كثير من الأسئلة نعم صحيح هي متاحة للمسلم برضو كيف ما فكر فيها كيف يقبل إله مخادع نعم كيف يقبل صفة لإله اسمه الماكر والمخادع إلى آخره نعم كيف يقبل أن يخدع بهذه الطريقة حتى لو أنت عايز تحور اسم أو صفة ماكر كما يحلل البعض طيب كيف خدعنا كيف تقبلها نعم أن يخدعنا إحنا كمسيحيين بهذه الطريقة ويشبه لنا ما هو غير موجود أصلا كيف تقبلها فليه ليه نفس الحق أن يفكر مثلنا نعم وأن يقيس الإله بصفاته لو عايزة تعرف كلام الإله عندك صفات هذا الإله قدوس هتلاقي وصاياه مقدسة نعم عادل يكون عنده عدل نعم يرفض الخطيئة يكون وصاياه بتحض على كده إلى آخره أي بس لما يكون المكر وده خير الماكرين بالزبط فطبيعي حيصدق إنه هو مخادع وخدع الناس بالزبط كده هيدي المشكلة أيوة مزبوط كلامك صح نعم أنا عايزة أدخل بقى في الكلمات السبع لأنه إحنا أخذنا وقت كبير فضل أسعيز نشوف آخر فيديو للمستشار أحمد ماهر وهو جزء من الفيديو اتنين عشان نركز إحنا عايزين نقول إيه فنشوف فيديو رقم ثلاثة ونرجع ورفع على الصليب ربنا بقى بيقول إيه قول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن إيه زي ما شبه لمين لعيسى يقولوا تصلب ولا ما يقولوش معزورين بتشبيه مين بقى الله لهم مش تشبيه الصحرة شوية عيال بيرموا حبال ومعصيهم بقى الله الله سبحانه العلي الأعلى شبه لهم أنه صلب إذن هو صلب إذن هو الصلب يعني في مخيلتنا الآن أأتي إلى كتاب الكتب سيادة المستشار وخليك معايا أوري لك يعني المنطق اللي إحنا كمان بيمفكر به فالمصلوب له سبع كلمات عبارات مشهورة جدا أول ما تحط السبع عبارات لهذا المصلوب لا يمكن نظرية شبه لهم تثبت خلينا نشوف ذا عنوان الحلقة بتاعتنا زي ما احنا كنا حطينه أمام كلمات المسيح السبع تسقط نظرية الشبه لهم خليني أخذ الكلمة الأولى لأنه مش عايز الوقت يسرقنا قال المسيح وهو على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وإذا اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها المهمة الجزئية الأولى دي يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون العجيب أن المسيح له كل المجد لم يتكلم كثيرا أثناء المحاكمات بتاعته الستة ولا أثناء التعذيب ولا الاستهزاء إلا نادرا وقت ما كان يريد أن يتكلم لكن في أغلب الأوقات كان صامتا نعم تنازل عن حقه الشخصي وكرامته الشخصية لأنه رسالة الصليب تستدعي ذلك نعم ولذلك في رسالة فيليبي أخلى نفسه آخذ صورة عب المحبة لا تطلب ما لنفسها هذا هو المسيح المحب نعم ما دور على كرامته إزاي يوهان إذن بينما كان أكثر الوقت صامتا في تعذيبه في آلامه وتكلم حينما أراد أن يتكلم العجيب وهو على الصليب حينما تكلم وهنا أنا يعني أعمل مقدمة للكلمات السبع كانت كلماته يعني منبعا للقوة منبعا للعطاء غفران أدخل اللص إلى الفردوس اهتم بأمه العزراء وهو على الصليب نعم وفي كل هذه الرحلة قدم نفسه زبيحة وكفارة عن الخطية وفي ذات الوقت تمم مطالب العدالة الإلهية التي هو يطالب بها قدم للبشر في كل هذا كل هذا الوقت كل هذه الرحلة قدم لهم الخلاص فيما قدموا له هم المر والعزاب نعم انتصرت محبة المسيح على الكراهية نعم الوحيد الذي له الحق أن يقول هذا الكلام يا أبتاء اغفر لهم هو الوحيد لأنه الآن هو يدفع تمن خطيتهم وخطايا العالم أجمع نعم فهو الوحيد الذي له هذه المقدرة الذي له هذا الحق أن يصرخ ويقول يا أبتاء اغفر لهم لم يبقى عليهم دين أنا أدفع هذا الدين الآن أنا قد وفيت دين العدل الإلهي وسددت ديونهم فاغفر لهم فأنا الآن أموت من أجلهم تماما كما أموت من أجل الذين يحبونني فأنا أموت من أجل الذين يكرهونني أموت من أجل العالم كله دفع كل تمن الخطية عبر التاريخ مدفوع مجانا من يقبل إليه ينال هذا الغفران وهذا ما قاله المسيح أنا مش حاخد الكلمات كده بس ونقول قال كده وقال كده لا خلينا نشبع بهذه الكلمات إلى حد ما لأنه هي ممكن الكثير من الأحباء يقدموا فيها أكثر من ذلك بكثير يحنى 3-16 قال المسيح لأنه هكذا أحب الله مش اليهود مش اللي حيؤمن به لا أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد خلاص قدم الغفران للكل مين اللي حياخده الهدف إيه لكي لا يهلك مين بقى كل من يؤمن به طيب النتيجة أو الثمرة بل تكون له الحياة الأبدية المسيح له كل المجد حينما قال هذا الكلام يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون كان يقدم المثل العملي لوصياه هو التي نادى بها سابقا نعم شوف بقى المسيح كان علم بإيه ما أنت بيجي المحك بتاع كلامك أنت قلت أنا وأنا وهعمل وهي سوي بعد شوية ناس تبص تعمل ولا لا ولا بيعمل عكس الآن المسيح يقول يا أبتاه اغفر لهم نعم طيب الآن وهو على الصليب يغفر لهؤلاء نعم طب هو علم وقال إيه المسيح نعم نرجع سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك هذا ليس الكتاب المقدس هذا تعليم الحاخامات وأما أنا فقل لكم أحب أعداءكم باركوا لعينيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين نعم بعدين يعل التعليل مهم أعتقد مهم لكل الأحباء المسلمين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم هتأخذ أجر على إيه ما أنت بتحب اللي بيحبك أليس العشارون والعشارون هنا مرادف للخطى يفعلون ذلك الخطى بيعملوا كده هتلاقي هتلر بيحب اللي بيحبه يعني وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا لا تبدئوا اليهود والنصارى بالسلام ده كلام مخالف تماما لتعاليم المسيح هنا بيقولهم إذا سلمت على أخوك بس وسلمت على اللي بتحبه أجرك إيه فضلك إيه أي خاطب يعمل كده لكن طب أنت كمسيحي لا أنت تحب الكل تسلم على الكل تسامح الكل لأنه أنا كده فأنت ابني تكون زيه ثم فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل أتى أقوى محك لاختبار وصايا المسيح أقوى محك نعم انتصرت محبته على كراهية صالي به لأن اسمه الله محبة خلي بالك لم يطالب فقط بمجرد غفران لكن التمس لهم العزر هؤلاء الذين كانوا لا يجسرون أن يقفوا ويطلبوا يعني غفران من الله ليه لأنه هنا فلما رأى بلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحر يحدث شغب وصراخ أصلبوا أصلبوا أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمعة قائلا إني بريء من دم هذا البار أبصروا أنتم فأجاب الجميع وقالوا إيه مش مشكلة أصلبوا دمه علينا وعلى أولادنا إحنا المسؤولين وأولادنا هيشيلوا نفس المسؤولية وسيرفضوا هذا المجدف على اسم المسيح طبعا مش كل اليهود في ناس كثيرة آمنت بالمسيح فإذن لم يطلب بس الغفران لكنه أوجد لهم العزر لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد هم بيصلبوا إنسان في بالهم ده مجدف لكن هل هو الله الكلمة هل هو المسيح كلمة الله أما ما كانوا يعرفوا كذا إذن كان حبه إيجابيا من ناحيتهم طلب لهم المغفرة قدم عنهم عذرا مدافعا شافعا لهم معلنا أن خطيتهم هي مجرد خطية جهل فكيف يكون عزيز المستشار أحمد ماهر يكون هذا الذي على الصليب الذي يطلب غفرانا لصالبيه يكون شبيه وهو رجل خاطئ محكوم عليه كما في عقيدتكم لأنه عمل غلط ومرفوض ومن الله فأخذوا علقوا بدل المسيح فمحاولة الشبيه تتهاوى صحيح ولا يعني تثبت مع أي كلمة من كلمات المسيح وإحنا هنا بس مجردا في الكلمة الأولى لو عندك أي شيء لا تفضل خلينا نقل طيب أعود للكلمة الأولى دي لأنها هي المدخل بتاعنا للكلمة الثانية فقال يسوع يا أبتاه وغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون دي العبارة دي أزهلت كل المحيطين بالصليب مين ده كيف يطلب الغفران لهؤلاء فكل المحيطين بالصليب زهلوا كمان للصين الموجودين زهلوا لأنه إزاي ده بيغفر لأعداء اللي بيسلبوه هذا يدخل بنا إلى الكلمة الثانية عزيز المستشار أحمد المسيح قال الحق أقول لك يقول للص إنك اليوم تكون معي في الفردوس ينفع يكون ده الشبيه برضو إلا على الصليب من هذا الذي له السلطان ليدخل الناس إلى الفردوس فاللص هنا تأثر بما سمعه من الغفران غفران الرب لصالبي فأراد أن يدخل في هذه المغفرة لكن في البداية لنرى كيف سارت الأمور فكثيرون كانوا يجدفون على المسيح رؤساء الكهنة الجند واللصين لكن في النهاية بنجد من وسط هذا الحشد الذي كان مجدفا في اتنين اختلفوا اللص الذي في التاريخ يقال هو الذي كان عن يمين المسيح اللص اليمين ورئيس الجند الذي قال بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا كان ابن الله ما أنت كنت بتجدف من شوية فإذن الذي تغير عند الصليب لم يكن فقط اللص ولكن هذا قائد المئة اللونغينوس الذي يذكر التاريخ أنه أصبح أسقفا فيما بعد واستشهد على اسم المسيح فهنا بنشوف البداية كان الكل مجدف مرقص خمستاشر متة وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين يا ناقذ الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب يعني هو كان بيقول أنا ابن الله أنا مضطرقة فينا شوية لأنه كل اليهود بيقولوا إحنا أولاد الله وإحنا المسيحين بيقول إحنا أبناء الله صحيح والقرآن جاب التاريخ علينا بيقولوا أنتوا أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعزبكم بزنوبكم فإذا كان المسيح بيقول ابن الله أنت زعلان ليه ما أنت يهودي بتقول كده صحيح لا لأن المسيح تكلم عن بنوة أقنومية واليهود أهل الكتاب فهمه ولذلك قالوا له أنت تؤله نفسك لأنه حينما تكلم عن بنوته تكلم عن بنوة ذاتية جوهرية لله وليس مجرد بنوة بنوة التبني يعني زي ما إحنا أبناء الله بالتبني وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتب والشيخ قالوا خلص آخرين وأما نفسه نفسه فما يقدر أن يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به الصليب مش عايزه الشيطان وكل من يحارب بالصليب هو ينتمي إلى هذا الفكر صحيح فالشيطان عايزه ينزل لأنه هنا الخلاص قد اتكل على الله فلينقزه الآن إن أراده لأنه قال أنا ابن الله وبذلك أيضا كان اللصان الذان صلبا معه يعيرانه يبقى البداية كان الكل يعير اللصين الجنود الرؤساء الكهنة ما عدا العزراء مريم وأقرباءه ومن كان من التلاميذ هناك طبعا لم يشاركوا في هذا الأمر وهذا معلمهم وسيتهم بعد كذا بنشوف الاثنين اللي تغيروا أنا مش هتكلم على القائد الجند لأنه لم يوجه له المسيح كلاما ولكن إلى اللص وكان واحد من المزنبين المعلقين يجدف عليه قائلا استمر بقى يجدف إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا فأجاب الآخر وانتهره قائلا أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه أنت مستحق هذا الحكم أما نحن فبعدل نحن نستحق هذا الأمر بعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال للمسيح اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك متى جئت أنت أيها المسيح في ملكوتك لأنه سمع المسيح ينادي بالغفران يا أبتاء أغفر لهم فهذا الشخص ببهر هذا اللس إذن هذا عنده المقدرة على هذا الغفران وحينما فتح قلبه عامل روح الله على الفور في هذا الشخص صحيح فتوجه للمسيح وقال كلاما في منتهى العجب اذكرني متى جئت أنت بالفتح في ملكوتك في ملكتك فآمن بهم ملكا له مملكة نعم فتذكرني حينما تأتي في مملكتك فماذا قال المسيح ماذا رد عليه بالرغم أن المسيح ظل صامتا أول إنسان خاطبه الرب الإله يسوع المسيح على الصليب كان هذا اللس اللس اللي جايبه خطيته الحد الصليب اللي رافقته طول حياته نعم وبعد أن كان معيرا مثل الآخرين نعم الآن حينما تكلم بعقل زارته النعمة نعم لمس غفران المسيح فتحول من مستهزئ إلى رجل صلاة يطلب رجل إيمان آمن نعم فمحبة الرب غسلته لطفه غلب هذه القسوة هذا الشر هذا اللس يدخل ضمن أصحاب الساعة الحادي عشر يمكن هذا المصطلح لا يفهمه المسلم يعني نعم صحي بس وقت ضيق يعني لكن الذين مثل قاله المسيح عن الناس طلع صاحب الحقل يستأجر فلقى ناس ساعة حادي عشر الناس قاعدة أما استأجركم أحد قالوا لا استأجرنا أحد قال لهم تعالوا عملوا في حقلي آخر النهار نعم فراحوا اشتغلوا مع ناس كانوا موجدين شغالين من الصبح صحي فلما جاي حاسب ابتدى بالناس اللي جات متأخرة فأعطى دينار دينار فالناس اللي كانوا شغالين من الصبح قالوا احنا هنأخذ أكثر نعم فلما جاء أعطهم أيضا دينار فهم الذين يدخلون في رحمة الله نعم الذين يأتون من المشارق والمغارب هذا اللص في آخر لحظات سرق الملكوت نعم هو لص سارق نعم ولكن الآن هو السرق صحيح بإيمانه صحيح سرق الفردوس نعم فأصبحت صلاته مصدر تأملات لكثير من المسيحيين عبر التاريخ نعم يرددها المسيحيون نعم فالملفت للنظر والمعزل لنفوسنا هو هذا اللص الوحيد الذي أجابه المسيح بسرعة يعني كثيرون غيره لم يرد عليهم المسيح بكلمة واحدة كل مدة المحاكمة كما ذكرت التعذيب الصلب لم يفتح فاه يعني هنا في أشعياء بيقول مثلا هنا المسيح ماذا قال له فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس ما هذه السرعة نعم فأنت بيسألوك بيعزبوك بكثير لماذا هذه السرعة لا يمكن أن أتغافل عن سرعة خلاص خلاص صحيح أحد الخرار نعم هذا النفس دلنا جاي من أجله نعم في حين إننا نقرأ في النبوة في إشعياء ظلم عن المسيح أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشات تساق إلى الزبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه لم يرد على قياف رئيس الكهنة ولا هيرودوس ولا هيرودوس ولا بلاطوس إلا لما دخلوا في يعني في مناطق تخص لهدو نعم يعني مثلا لما جاء قيافة وبيسألوا ما ردش عليه خليني أقرأ هذه الجزئية متى رد المسيح فقام رئيس الكهنة وقال له أما تجيب بشيء ماذا يشهد به هذان عليك دول كان شهود زور المسيح لم يرد وأما يصعف فكان ساكتا فأجاب رئيس الكهنة وقال له هنا بقى لازم يرد أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله هل أنت المسيح ابن الله اللي احنا مستنينه نعم والمسيح هي تعبير لهوتي يهودي عن عن ألوهية المسيح فالمسيح اسم اللهوتي ويسوع اسم الناسوتي ولذلك يوحنى قال لتؤمنوا أن يسوع هو المولود هذا هو المسيح نعم نعم فقال له يسوع أنت قلتها أنت قلتها زي ما قلتها هديك أنت قلتها أنا فعلا بس كمان أضف لك وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان اللي هو أنا جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء عمل إيه رئيس الكهنة خلي بالك من الكلام الكلام ده لهوتي عميق جدا في الكتاب المقدس فمزق قال رئيس الكهنة حين إذن ثيابه قائلا قد جدف ما حاجتنا بعد إلى شهود جايبين شهود وبندور على شهود زور ليه قد سمعتم تجديفه ماذا ترون فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الموت بس هنا رئيس الكهنة عمل إيه مزق ثيابه شوفي في الشريعة مفروض رئيس الكهنة ما يعملش إيه في اللاويين 21 والكاهن الأعظم الكاهن الأعظم يعني رئيس الكهنة بين إخوته الذي صب على رأسه دهن المسحة لا يكشف رأسه وإيه بقى ولا يشق ثيابه فلما شق ثيابه شق كهنوته اللاوي الهاروني معلنا أن هذا الكهنوت انتهى انتهى وقته لأن الأصل قد أتى كان رمزا هذا الكهنوت بزبائحه بكل شيء إلى كهنوت المسيح ولذلك في مزمور 110 أنت كاهن إلى الأبد على رودبد مش هارون لا ما لشي صادق شق ثيابه شق كهنوته نعم كان صامتا المسيح لم يتكلم إلا حينما كان الأمر خاص بسلطانه بألوهيته حتى بلاطس البنطي بالمناسبة سأله كثيرا عن صمته متعجبا لم يرد المسيح ولكن سنرى متى رد وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء فقال له بلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا لكن لما بلاطس اتكلم عن السلطان الألوهي هنا المسيح قال له لا استنى حاسب نقرأ هذا في يحنى أجابه اليهود لبلاطس لنا ناموس وحسب ناموس يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله فلما سمع بلاطس هذا القول ازداد خوفا وقال ليسوع من أين أنت وأما يسوع فلم يعطيه جوابا هنا بقى بلاطس تجرأ وقال أما تكلمني ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك قال له لا لم يكن لك علي سلطان البت لو لم تكن قد عطيت من فوق لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم أنا اللي بديك السلطان كثيرون استهزوا أنا ليه بجيب الكلام رؤساء كهنة هو الولاة نعم بيسألوا لم يرد على أحد الذين شتموا لم يرد على أحد منهم على الإطلاق الذين تحدوا وقالوا له انزل عن الصليب لم يرد على أحد أبدا وإحنا قرأنا هنا المجتازون دول إزاي إن أراده لأنه قال أنا ابن الله لم يرد على أحد لكن أول ما نداه اللص طالبا الخلاص مؤمنا بملكوته السماوي على الفور قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس إذن لا يمكن أن يترك خراف التي تصرخ له التي تناديه باسمه ليس بأحد غيره الخلاص كما يقول الكتاب فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا شبيه هذه رسالة رسالة الخلاص كيف يمكن أن يقول له اليوم تكون معي في الفردوس معي مش اليوم كان ممكن يقوله بالمناسبة اليوم تكون في الفردوس لا لا معايا لأن المسيح قال أنا حابب أن دول يكونوا معي في كلامه الأخير يحنى 17 وحيث أكون أنا يكونون أنتم أيضا أي أنتم أيضا معي لم يحتقر اللس لم يشمئز منه بل وعدوا بي الفردوس فطالما قلبك معي هنا كأنه يقول هكذا على الأرض وسلمتني مصير حياتك فسوف تحيا معي إلى الأبد في الفردوس هذا بدينا درس أنه لا نحتقر أحد دلس نعم ولا نقلل من إيمان أحد مسيحي ولا نحكم على أحد المؤمنين أو على مستواه الروحي فاللس هنا أعطانا درسا قيما في هذا الإطار والنتيجة عزيزي المستشار أحمد أنه لا يمكن أن يكون هذا شبيه المسلوب يقول كلام لا يمكن أن يكون إلا هو المسيح له كل المجد انتهت الكلمة الثانية أنا عايزة بس يعني مش عارفة هي مفارقة مقارنة مش عارفة إيه بس لأنا شفت أنه في الوقت اللي كاتب القرآن يعني هو بيتكلم عن هوية المسلوب ده مش هو المسيح بنشوف أنه المسيح بمجرد ما بيسأل عن هويته على طول بيعلن ويتكلم صحيح أنت هو المسيح أنا 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 هو المسيح كمان أضيف لكم وأضيف لكم وهنا لا ده شبها لهم فكأنه المسلوب ده هم يعني وكأنه هو متواطئ كمان مع الإله وقبل كل حاجة وما أعلنش عن هويته هو مين وحاول يخفي الهوية إله القرآن بس المسيح نبي يعلن هويته ده بيؤكد أنه كاتب القرآن لم يقرأ الإنجيل أصلا خالص لم يقرأه هو بيسمع بس فما سمعه من الغنوسيين اعتقد أنه ده الإنجيل ودي عقدة المسيحين والنوات ذو المسيحين دول هراطقة دول مش مسيحيين أنتقل للجملة الثالثة العبارة الثالثة الكلمة الثالثة المسيح قال يمرأة للعزراء مريم هو ذا ابنك وقال ليحنى هو ذا أمك خلينا نقرأ كذا وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لأمه يمرأ هو ذا ابنك ثم قال للتلميذ هو ذا أمك ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته هنا بيعطينا الرب يسوع مثل رائع جدا عن الاهتمام بالأقرباء وخاصة الأباء الأب والأم والشيء يعني الملفت للنظر حقا أن المتألم والمتعذب بيكون هو محط اهتمام الآخرين عشان يساعدوه هو موضوع اهتمام الناس أما المسيح في آلامه فكان هو المهتم بغيره نعم نعم يا أبدا أغفر لهم انت فيه ولا فيه لا أنا مش أي حد اليوم تكون معي في الفردوس وهنا العزراء هو ذا ابنك لأنه ما عندهاش حد فبيسلم المين لتلميذه وقرأت لأحد رجال الله تعبير حلو قال البتول سلمت للبتول فالعزراء مريم سلمت ليحنى البتول نعم والذي كان على صدرها ينام قدمها للذي نام على صدره كان يتكئ على صدره فكانت مقاربة رائعة وتأملات جميلة جدا يعني رائعة داغن الكتاب المقدس المهم في موضوعنا هذه الجملة بالذات عزيز المستشار ماهر لا يمكن يكون الشبيه بيقول للعزراء مريم هو ذا ابنك يعني يهتم بيها ويرعاها لأنه خلاص هو رسالته على الأرض الآن سيذهب إلى السماء دي يعني بكل المقاييس لا يمكن أن يكون إلا المسيح فإذن دي الأمور الرعوية بقى هنا بعد ما اهتم بالأمور الروحية في الأول اغفر لهم اليوم تكون معي في الفردوس ينتقل إلى الأمور الرعوية فيرعى أمه لا شيء يعفي الإنسان اسمعوني أحبائي بكل أديانكم ولا شيء يعفيك عن إكرام الأب والأم لا شيء فلو في حد مقصر أرجوك خلي بالك لا تقصر في إكرام الوالدين فأنا عايز أكون سريح شوي عشان الوقت تفضل لو عندك أي تعليق لو سمحت تفضلي أنا بس عايز أحل المشاكل الكثير اللي عند الأحباء المسلمين في مين هو الشبيه يهوزة مش عارف أي حد شرير عايز أوفر عليهم أنه ده أكيد يهوزة لأنه كان عارف أنه دي أم المسيح اللي هو خلاص صعد ده ده أمه ده يحنى الحبيب اللي هو صديق المسيح الألزق يعني طيب دي أمك وإنت وإنت ابنها يعني مقصه ما فيش غير يهوزة لأنه عارف عارف الجو بس هو الشبيه لن يلتفت لهذه الأمور ما هو طبعا بعدين الإنجيل يقول صراحة أمه لما شاف أمه قال لها نه لما شاف التلميذة الذي كان يحبه قال له نه إذن لا تعطي فرصة إطلاقا صحيح الشبيه حيكون في موضوع تاني ومتألم ومتمرد ورافض هذا الوضع صحيح طبعا لكن يهتم بالآخرين يدخل الناس الملكوت جزئية أخرى كلمة الرابعة قال المسيح إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني خلينا نقرأه في سياقها ومن الساعة السادسة كان الظلم على الأرض إلى الساعة التاسعة ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني وهنا قدمنا حلقة كاملة عن هذه الآية ولكن أقول بسرعة أراد الرب يسوع أن يلفت نظر اليهود للنبؤات المكتوبة عنه وفيها هذه العبارة إلهي إلهي وهي العبارة الأولى من المزمور 22 وهو مزمور الصلب خليني كذا أذكر لك بسرعة مثلا بعض الأجزاء الهام ما إلهي إلهي لماذا تركتني ده المزمور اللي هو برجعهم بيقولهم روحوا للمزمور كل الذين يرون أن يستهزئون به ده القرين أو بالنص عند الصليب يفغرون الشفاء ينغضون الرأس قائلين نفس الكلام الذي قيله اتكل على الرف لينجه لينقذه لأنه سر به ثقبوا يدي ورجلي الصلب بالمسامير يقسمون ثياب بينهم وعلى لباس يقترعون كل ذا حصل عند الصليب فهو يقول لهم إن كنتم تؤمنون به هذه النبوءات فهي الآن تتحقق فيها نعم ومن جانب آخر ليؤكد المسيح أنه ليس لأنه ابن الله فإن لهوته المتحد به سيعفي ناسوت من الشعور الكامل بالألم ناسوتيا اللاهوت المتحد به لم يمنع الألام من أن تؤثر في طبيعة المسيح البشرية ولهذا صرخ بهذا الأمر أنه وأنت متحد به لكن تركتني للألم المسيحية تألم وعايز أقول مثل بسيط في فرق بين الترك التدبيري لإتمام الخلاص وتحمل تبعيات هذا الخلاص وهو الألم وليس هو تركا أقنوميا ودي لغة نحن بنستخدمها الحد النهاردة مثلا لو مثلا في صبي أبو ما أخده علشان يعني بعد عن الكل يعني عنده خراج مثلا ولازم الطبيب يفتح الخراج واصطحبه للطبيب وماسك إيد ولده كده والطبيب عماله يفتح في الجرح والولد يصرخ ويقول أنت ليس يبني الواقع هو مش سايبه الواقع هو ماسك بيد ابنه لكنه تركه للألم الذي تستدعي حالته صراخ الابن يؤكد أن الألم شغال فيه هذا ما عبر عنه المسيح طبعا مع الفارق في التشبيه هذا مجرد مثلا عشان الناس تفهم الفرق بين الترك التدبيري والترك الأقنومي هنا لا يتكلم عن ترك أقنومي إذن المسيح كان يتحمل الآلام كاملة وهو على الصليب وفي هذا الترك التدبيري قالت النبوء قديما في إشعياء 53 أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن شوفي السحق نعم إن جعل نفسه ذبيحة إثم جعل المسيح ذبيحة إثم وفروميا بيقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء فمن يريد الاستزادة ممكن يرجع للحلقة وهي كاملة عن هذا الأمر إذن إلهي إلهي لما شبقتني لما تركتني وهي إشارة للنبوء اللعنه موجودة في المزمور 22 دا مش ممكن يكون الشبيه الشبيه رجل شرير رجل وحش فبالتالي مش ممكن يكون هذا المسلوب الذي يتكلم هذه الكلمات إلا المسيح ننتقل لكلمة عشان جربنا نخلص إحنا أنا عطشان هذه أيضا الكلمة التي قالها المسيح على الصليب أنا عطشان ويمكن واحد أو حتى سيادة المستشار يقول لي حتى كلمة أنا عطشان لها شهادة أن المسلوب لابد أن يكون هو المسيح بكل تأكيد خاصة حينما نقرأها في سياقها سيظهر ليه لابد أن يكون المسيح خلينا نقرأ يحنى 19 28 29 بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل كل شيء كمل فلكي يتم الكتاب لسه في نبوات عنه مكتوبة هو عايز يكمله يبقى هنا بقى يأتي في السياق نفهم كلمة قال أنا عطشان نعم يبقى حتى كلمة أنا عطشان قالها المسيح ليتم النبوات عنه فيش نبوة تطلع بره لازم تكتمل في المسيح شفت أحباء المسلمين حتى كلمة أنا عطشان التي قالها المسيح على الصليب لا يمكن أن يكون هذا المسلوب إلا المسيح ليه لأنه بيكمل النبوات التي قالت فيه خلينا نكمل ووريكم نبوات دفين فلكي يتم الكتاب وهنشوف إيه هو الكتاب قال أنا عطشان وكان إناء موضوعا مملوءا خلا فملأوا اسفنجة من الخلب وبضعوها على زوفة زي قصب كده وقدموها إلى فمه إيه هو الكتاب اللي هنا بيتكلم عنه لكي يتم الكتاب شوف الكتاب ده مترابط وآياته كيف مع بعض لكي يتم الكتاب ترجع تلاقي الكتاب كتب كل آية تزكي الآية الأخرى لو رحنا المزمور 22 يبست مثل شقفة ده ده المزمور اللي هو إلهي إلهي لما ستركتني بداية اللي انتقرت لنا منه طيب هو نفس المزمور أشكرك لأنك نوهت عن الحتة دي يبست مثل شقفة قوتي ولصق لساني بحنك وإلى تراب الموت تضعني تكلم خلاص عن ما هو قادم بسوى عطشان نعم لصق لساني نعم بحنك من العطش نعم طيب حيزقو مية نروح للنبوة مزمور 69 ويجعلون ويجعلون في طعام مملوءا خلا فما لو اسفنجا من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل بنرجع مرة لأشهر مزمور نعم وهو مزمور 22 لما نروح كذا عفوا هذه الجزئية مش صاهرة قد فعل آخر كلمة هنا نازلة تحت مع ليش هي قد فعل سيولد بأنه قد فعل قد أكمل فعل كل شيء أكمل كل شيء ولو قرينا هنا تذكروا وترجعوا إلى الرب كل أقاس الأرض وتسجد قدامك للمسيح كل قبائل الأمم لأن للرب الملك وهو المتسلط على الأمم أكل وسجد كل سميني الأرض قدامه يجث كل من ينحدر إلى التراب كل بشر يعني نعم ومن لم يحيي نفسه الذرية تتعبد له يخبر عن الرب الجيل الآتي يأتون ويخبرون ببره شعبا سيولد بأنه قد فعل وهو كأن المسيح له كل المجد بدأ المزمور 22 إلهي إلهي نعم لماذا تركتني وردد هذا المزمور إلى آخره وختم جهرا فإذا جهرا الكلمة الأولى من المزمور وجهرا الكلمة الأخيرة نعم وهو تقليد موجود في الكنائس القديمة إلى اليوم نعم حينما يقرؤون المزامير أخذوا من الصليب هذا التقليد من المسيح يقولون الكلمة الأولى جهرا والكلمة الأخيرة جهرا بينما كل المزمور يقرؤونه في فكرهم نعم فهنا بنشوف المسيح قال قد أكمل أكملت إيه أكمل الخلاص كل الخلاص الذي أتى قد أكمل ليس بعد خلاص المسيح خلاصا نبيا دينا انتهى الأمر قد أكمل لأن المسيح هو الكلمة الأخيرة التي قالها للبشرية في عبرانين واحد الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بطرق نعم كثيرة كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه نعم صحيح الذي جعله وارسا لكل شيء فهو الثروة الكلامية للآب السماوي هو كل كلمة الله هو المسيح فليس بعد المسيح كلمة إطلاقا أذهب إلى الكلمة الأخيرة لأنه برضو فيها شرح اللهوتي إلى حد ما أرجو الوقتي يساندنا المسيح قال الكلمة السابعة يا أبتاه في يديك أستودع روحي في يديك أستودع روحي كلمة الأخيرة ليس في يد أي كائن من كان لأن عدو الخير يستقبل الأرواح التي تخصه نعم صحيح في الهاوية لكن أنا لست مثل أي شخص أنا أعلن أن هنا يتكلم عن روح الإنسانية بالمناسبة في يديك أستودع روحي في يديك أيها الأب السماوي ليس لأي شخص سلطان وهذا الكلام قاله المسيح صراحة عن روح الإنسانية لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها في القيامة أيضا أنا أشرح هنا كلمة في القيامة لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا في القيامة أخذها هنا في يديك استودع روحي وليس عند أي شخص آخر نقرأ لوقة 23 وأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي ولما قال هذا أسلم الروح ولما نروح لمزمور 31 أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي لأنك أنت حصني في يديك أستودع روحي فديتني يا رب إله الحقي مش ممكن تكون النبوات دي كده بس مجرد صدفة اعتباطا يعني أنا هنا عندي شرح بس أنا عايز ألخص السبع كلمات وأسمعك بسرعة وهم السبع كلمات يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس للس يا امرأ هو ذا ابنك هو ذا أمك إلهي إلهي لماذا تركتني أنا عطشان قد أكمل يا أبتاه في يديك أستودع روحي لا يمكن أن يكون قائل هذه الكلمات إلا المسيح له كل المجرد أنا بس هي كان كنت يعني عايز أعلق الحتة دي إنه كيف ممكن الشبيه يقول يا أبتاه في يديك أستودع روحي مش كده هو شخص شرير أولا ده أولا يعني صحيح وهو قبل ما ينطق حيلاجي يعني أصحابه جايين يأخذوا الوديعة فكيف ممكن يكون ده لا يمكن أن يكون الشبيه نفسي أشرح حتة له تعرفها تأخذ وقت كبير بس على قدر ما أقدر إن شاء الله في دقيقة أنوه لها عندك دقيقتين ممتاز هنا بيقول وانشق حجاب الهيكل من وسطه نعم فحجاب الهيكل ده كان مصنوع من الخشب المعشق نعم وحجاب الهيكل هنا الذي يفصل القدس من قدس الأقدس وفي قدس الأقدس في الداخل تابوت العهد نعم الذي كان يدخل إليه رئيس الكهنة مرة في السنة حاملا دم الزبيحة وبدون دم زبيحة لا يستطيع أن يدخل حينما زبيحة المسيحة على الصليب كان هو الزبيحة وحينما شق ناسوت المسيح بمعنى انفصلت روحه الإنسانية عن الجسد الإنساني واللهوت متحد بروحه الإنسانية كما بجسده الإنساني شق حجاب الهيكل لأن الحجاب كان رمزا لجسد المسيح كما قال في العبرانين الحجاب أي جسده فالحجاب كان رمزا لجسد المسيح ظلا زي ما أنت في الشمس كده ماشو عندك ظل تحرك إيدك الظل يتحرك معك فحيثما وكيفما تحرك الأصل تحرك الظل فحينما شق حجاب الهيكل حينما عفوا انفصلت روح المسيح الإنساني عن جسدي الإنساني شق الرمز وهو الحجاب ليعلن أن السماء فتحت بزبيحة المسيح وأنه ليس بعد هناك زبائح حيوانية فالمسيح هو الزبيح الأعظم كل هذا الكتاب مترابط معا وصل بالمسيح لا يمكن أن يكون مجرد عقيدة هنا أو هناك والمصلوب هو المسيح آسف شكرا لك شكرا لك كل الظواهر الطبيعية دي برضو الأجل الشبيه شكرا لكم مشاهدين المسيح بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وبنعمة المسيح هنكمل في الحلقة الجاية